سوتني هل تعتقد أن الجبهة جدية في هذا التصريح أم مجرد تصريح كسابقي ومتى وكيف يتم تطبيقه ميدانيا وتبعات هذا القرار إن تم تطبيقه سياسيا على القضية الوطنية هذا القرار والله هذا التصريح وليس لا يرقو إلى قرار هذا التصريح هو تصريح مجتر ما يمرغ عن سياقة اجترارات التصريحات الارتجالية العشوائية اللي تعودنا عليها وهل الجبهة جدية الجبهة هو الإشكال لأنه الجبهة جدية يغلي إشكال هو أنه قيادة الجبهة تتكلم خارج سياق الجدية المطلوبة واللي الطالب بها الجماهير الشعبية الصحراوية أينما كانت والسياق اللي تتم فيه التصريحات يجعل التصريحات خارج السياق لأنه السياق العام وطنيا جهويا ودوليا شيء وتصريحات قيادة الجبهة وأقول قيادة الجبهة وليس الجبهة قيادة الجبهة خارج خارج السياق تصريحات ارتجالية عشوائية متضاربة تنمي عن قلة مركزية التحليم وقلت وحدة الرؤية وعدم انسجام التقييم إذا كان هناك تقييم وأنا تذكر عنه في موجة التصريحات باش ما نعوده كأننا مجاوبين تصريح محدد لأنه التصريحات كاملة نعظمها واحد هو الارتجالية والعشوائية يغير مملي المزاجية تذكر أني اكتبت تدوينة تفاعلية وقلت على أنه مراجعة التعاطي مع الأمم المتحدة بالدرجة الأولى قبل أن يوجه للأمم المتحدة يلزم إحداث مراجعة مع الذات مراجعة على مستوى الذات تستنطق الواقع الوطني القايم في كل أبعاده سواء داخليا سواء جهويا في المحيط المحيط بنا وسواء في طبيعة تعنت العدو يغير في طبيعة مملي لماذا هذا الجمود وهذا التكلس يغير عاد يرقى إلى مستوى الاستهثار الأممي بالطرف الصحراء هذا يستدعي أنه قيادة الجبهة والتنظيم السياسي للجبهة يعود في مستوى التطلعات شعبه يستجيب للمتطلبات وهو في الحقيقة نقيض على لأنه طبيعة التصريحات لا تجاري المطلوب والسبب في ذلك يعود إلى أن نحن في الجبهة أمام قيادة عندها فشل في المراهنة وعندها خلل في المقاربة فشل في المراهنة لأنه مخطط السلام الأممي ما هو منا ممنون على الشعب الصحراوي هو ثمر الكفاح الشعب الصحراوي هو ثمر التضحيات الشعب الصحراوي وهو ثمر المنسوب من النضال من التضحيات من المعاناة من تقديم الشهداء من المقابر الجماعية نرجمت من خلال هالإرادة الصحراوية بأنها أولاً رافضة للاحتلال ثانيةً لا تقبل الخنوع ولا الخضوع وعلى أنه اختيارات الشعب الصحراوي في الاستقلال وفي الحرية هذه أهداف سامية نتمسك بها الشعب الصحراوي ومستعدد في ضريبته والخيارات قلت الاختيارات في الأول الخيارات اللي اعتمد وهي خيار الكفاح المسلح جاب فمرته من خلال فرض على العدو وفرض على الأمم المتحدة وفرض على العدو بأنه يقايد الاستفتاء بواقف طلاق النار وفرض على الأمم المتحدة بأنها تنزل للميدان من أجل تطبيق هذا المخطط اللي تم برعايتها هذا هذه وضعية ترتب عنها أنه شجاعته كيف حال الشعب الصحراوي جاب المكاسب المطلوبة تبقى الإدارة السياسية وهون تعمل قيادات الإدارة السياسية للتعاطي مع الأمم المتحدة يالله تتمشي في ما صارت فرض تطبيق هذا مخطط السلام اللي يعتبر مكسف لهذه الصحراء لأنه اللي كان ما أخلق كفاح ولا أخلق ولا أخلق بيتال ولا أخلق نظار 16 سنة من الكفاح المضني ما كانت الأمم المتحدة ولا المجموعة الدولية تعود أمام سؤال كيف يتم ترتيب الأوضاع في الصحراء الغربية وحل المشكلة القائمة بين جبهة الفوليساري والمغرب هذا طرح سؤال كبير على أنه مخطط السلام الأممي وتطبيق الاستفتاء يطرح قدام جبهة الفوليساري وقيادةها بالخصوص تحدي الربح السياسي لأهداف القتال والصمود اللي قاتلنا من أجل هون تم التوقيع على وقف طلاق النار وفق شروط ما هي مدروسة ولا هي موحصة وظهرت العيوب فيها في محطات عديدة وكانت أكبر المحطات اللي عرات وجود القلل هو أزمة ثقرة القرقرات اللي تعتبر خرق الوقف في طلاق النار يغير لما انجب على البنود الأصلية السرية للوقف في طلاق النار وتجد على أنه التوقيع تم على المسافة مسافة خمسة كيلومتر اللي هي في الحقيقة هي المسافة الموجودة ما بين الربط والحدود الموليتانية الشيء اللي يجعل أي تماظهر مسلح نحن نتهم فيه إعلاه لأن التوقيع أصلا ما كان موما حاصل الثانية غياب بند أساسي كان يالتعود ناظم في مخطط السلام موت خضقاء حليه ما جاء لا في القرارات لا في المخطط ولا في الدباجة ما هو في النصوص مخطط السلام ولا هو حتى في الدباجة مخطط السلام شن هو هذا اللي ينقال له الحفاظ على والله حماية حقوق الإنسان الصحراوي في المناطق اللي تحت الاعتلاء الشي اللي يجعلنا نظهره في سنوات عديدة سقف مطالبتنا هو المطالبتنا بإدراج حقوق الإنسان في مهمة بعثة المينورسو هذه مطالبة بعدي في الوقت اللي كان يالتها تعود في النصوص الاتفاق القبلي الشي اللي يجعل على أنه توقيع مخطط السلام وخصوصا توقيع وقفة الأقلنات إجرى في ظروف وفي شروط وفي تعاطي ميزته الارتجالية والمزاجية والطفيلية السياسية هذا يطرحنا أمان على أنه المقاربة المقاربة في الرهان على الأمم المتحدة في المضمون توقيع الاتفاق فيه فيه خلل ناظم يقر مبلي على مستوى الذات الصحراوية خالق خلل على مستوى القيادة في أنه عملية المراهنة اللي كانت على مستوى الذات اللي هي الجامعة المم المتحدة تحولت في مفهوم القيادة إلى أنه العامل الخارجي هو الحاسم في الصراع وبالتالي العامل الذاتي اللي هو القوة الذاتية تم هدرها تم الاستخفاف بيها وأكبر عنوان في الاستخفاف بيها هو قول الباقي يمشي يمشي والباقي يقعد يقعد مالنطايرين في حد والثورة منتصرة بيكم وبلا بيكم بيكم وبلا بيكم احنا من هومة وانتم من هومة اللي نعودوا احنا في برزخ اللي هو الشعب الصحراوي وتعود قيادته في برزخ تتبجح ليه وتقولوا بيكم وبلا بيكم منتصرة هذا السياق المختل وده بأنه الأمم المتحدة تشوفنا بمستوى من التراهل تعود ربما تتقاطع هي والعدو عن قصد والله عن غير قصد في أنها تحاني العوامل الذاتية اللي نحن يكانها تتكفل بحل الصرع العوامل الذاتية اللي يراهن عليها عند نحن هي عامل التآكل الذاتي وعامل الهدر المكاسي هذه المكاسب اللي موجودة اللي هي اللي جابت الأمم المتحدة يتم هدرها وهذه القوة الذاتية اللي انترامها والتفافها وأداها وانسجامها وتعزيز وحدة البطنية هو ظهر اللي عزز أولا إناعة المظلة السياسية والاجتماعية اللي عند الجبهة اللي هي القيادة اللي من خلالها تضغط وتفرض على الأمم المتحدة لأنه هذا شعب متمسك مواقب هذا ود على أنه هذه التصريحات بدل تستهدف إدعاء المراجعة على المستوى المراجعة التعاطم على الأمم المتحدة يرجم بعد قاعة التعاطم على الأمم المتحدة يبدأ من خلال إظهار قوة تماسك نحن وقوة إصرارنا على ما طلبنا وهذا يستدعي عنه جبهة الفوليساري قيادة جبهة الفوليساري نقول تستنطق واقعها الوطني توقف بصراحة وبجرأة سياسية يقير مملي بجرأة مناقبية طلائعية على أنها تعود تعرف عنها أمام لحظة التاريخ يلا تعود صريحا مع شعبها في أنها توقف على أسباب الخلل وتراجع خلل المقاربات وفشل المراهنات وترجع تتأكد على أنها المراهنة على الذات الصحراوية والذات الصحراوية باش ما يقود كالمعامة المراهنة على الذات الصحراوية فيها شقي شق إدارة الانتظام الصحراوي عموماً يقرر الانتظام الصحراوي في المخيم كل ما كان تدبير هذا الانتظام يوحي يعني يبعث يعني يمارس العدالة يبعث الطمأنينة ويقوي إحساس المواطن والمنادر الصحراوي بالاحتضان يتعزز الانتظام وتظهر وتظهر نجاعته وفاعليته والثاني يعني مستوى إدارة الصراع مع العدو وفي ذي الحالة إدارة التعاطي معاملهم المتحدة كشق سياسي من طريقة التعاطي في إدارة الصراع يلزم تعود المراجعة كيسة رزينة هادفة تبدأ بالذات يكتخاط بالأمم المتحدة بالفعل وله بالتهديد لا لأنه مكاسب الشعب الصحراوي هي الجابة الأمم المتحدة لتطبيق مخطط السلام الفشل السياسي هو أنه يجرنا لعدو لنعودوا إحنا في مواجهة مع المغرب معناها مع الأمم المتحدة لأنه المواجهة إذ كانت بين نحن والمغرب إحنا استطعنا بأن نجلبوا الأمم المتحدة إياك تعود وسيط لحل المشكلة ارتجاليتنا هنا وطفليتنا ومزاجيتنا وشخصا تتعاضي ودارة الملفات بشكل مزاجي هو اللي تبعاته هي اللي نحصدها إحنا الآن لكن قيادتنا ما هي باقي تعترف لها وقيادتنا ما هي باقي تصارح مفسر وقيادتنا ذا اللي تتكلم عنه بارك في قولان عنه الأمم المتحدة ما دارت مبعوث أممي والأمم المتحدة ما كذا والأمم المتحدة ما كذا هذا عادنا عشرات السنين إذن الجديد اللي جابتنا هي في قراءة المشهد شنو تخارج عننا ذا اللي كنا نكتب نكتب أشباه مثقفين وأشباه كتاب لكن متأكدين أننا ما أشباه مناظرين وطنيين بل نحن وطنيين ومخلصين كنا نكتبه نقوله عن خالق خلل وأنا أتركر شخصيا على أن واحدة من العناوية الكبيرة اللي قد تكتبت عنها المفاوضات لاعين وعددت الاختلالات الموجودة هذه العشرات السنين ما يقارب من 15 سنة إلى بد 20 سنة وتحديدا في 2007 وحدة من المواضع الكبيرة تيه المؤمل في ضبابية المفهوم بين المبادرة والمناورة هل إحنا ماشيين في مبادرة حقيقية تتوجه للسلام هذا هو مركز السؤال في الموضوع عموما هل نحن أمام مبادرة باتجاه إيجاد حل أما نحن أمام مناورة كيدية مقربية كانت لعبة التحديد الهوية اللي تقاطع فيها باريس دي كويار هو الحسن الثاني في أنهم ينزلقوا بتحديد الهوية من خلال توسيع اللوايح وتميعها إلى لعبة حافة الهوية اللي إحنا موجودين فيها هذه كانت ظهرت في ديسمبر أثنين وتسعين والله باطل ديسمبر واحدة وتسعين بمعنى أنه هذه التصريحات تصريحات خارج السياحة ونقول على أنها أكثر هي تصريحات لركوب موجة العواضف من خلال تنعات عنه انتقاد الممتعدة هذا موقف جديد الجبهة يغير التصريحات حد السقف على أنه اللي المعاملة بالمثل على طرفي الحزام ونقال مملي على طرفي الربط ولا أنقال الحزام ولا أنقال عنهم مملي حزام الذلي والعاق إذن هذا المستوى من تدني السقوف ما أنا عارف يا كانوا الناس القيادة هذا هذا التجسير المختد للربط عبر تجسير المخدرات على أنهم لا يحولوه النمولي سياسيا إلى تجسير سياسي عن أن تعد السقوف اللي على هذا المستوى أتمنى أن لا يقوم ولكن للقراءات تمشي في ذا الاتجاه تصريحات تصريحات عشوائية تصريحات ارتجالية ولا هي قام نفسج ما هي بما بين لأنه منين يجمع حد مجموعة التصريحات في التعميم يجبع عنه كلنا يطب الوحد الإشكال الموجود عندنا عنه التصريحات بدل تتعاطى مع واقع الإنسداد على مستوى خطة السلام وعلى مستوى إدارة الصراع بين نحن والمغرب هي التصريحات في الحقيقة واضح عنها اللافطار بورصة صراعات الداخل بورصة صراعات الداخل نقولها ونقولها بكل المفاهيم بين مزدوجتين المنحوطة اللي تعبر عن قاموس لاختلالات داخل الواقع لأنه إحنا أمام وضع انسداد وقياب رؤية سياسية وقياب تحليل مركزي مهما كانت تشاؤم التحليل إلا أن الإرادة الصحراوية دائما دائما معروفة بالتحدي معروفة برفع التحدي بالتحدي ومعروفة بصناعة التحدي إلا أن التصريحات توحي وتعبر عن مستوى من التي يقر مستوى من تضخم الأنا وتضخم الذواء بحيث أنه يكلم عن رجال دولة ويكلم عن الرجل الأول والثاني والثالث والعاشر في الوقت اللي نحتاجه في الظرف الحالي اللي رجال قضية يوصلوننا إلى الدولة وراء ما يبقينا فاسوقان نعود ونفصلوا معايير ومقاييس وثوب رجال الدولة اللي يعود فيها واحد رجل أول والله رجل ثاني والله رجل عاشر إحنا عندنا أزمة مصداقية مصداقية متآكلة القيادات ما هي من سجمف ما بينها القيادات تكبر عندها حسابات الخلافات الداخلية والصراع والتصارق والتفنن في صناعة أجلاب الإطارات من أنها يعد عندها التصور لطبيعة الصراع ولما نقول لنا التصور لطبيعة الصراع لأن نحن موجودين في أوضاع الجيو السياسية أوضاع دولية معقدة جدا قوة الرد هو تماسك جبهتنا الداخلية التفاف حول الجبهة تعزيز موقف وموقع الجبهة تعزيز مكانة الجبهة من خلال التفاف في الوقت الذي نحن قيادتنا واحدة في رفوض المناور ذوك حسب المزاج إذن نحن عندنا مشهد وطني مختطف هذا المشهد الوطني مختطف مختطف من الفساد والقصور جل الوقت اللي احنا فوضاع جهوية قلت يطبعها انه الحليف الرئيسي ان كل قوته وكل ثقله راه موجود يعني مطوق بنيران معادية متربصة به سواء في ليبيا سواء في النيجا سواء في مالي بدنا نعود احنا قايمين بفوسنا وخوتنا الذاتية معدرينها وحامين الموقف احنا وفضعي الترهل الحليف من نفسه عنده تجديد عنده خراك عنده اذا قلت لك لو ضع الجهوية والحليف بالتحديد يمر من جهة على الصعيد الداخلي يمر بتحولات هامة هامة كبيرة وإيجابية جدا في الأفق المنظور إيجابية جدا في تبيعاتها على مستوى على صعيد القضية الصحراوية بأنه كل ما تعزز الموقف الجزائري كل ما ترسخت المؤسسات الجزائرية كل ما استعادت الجزائر هيبتها ومكانتها كل ما كان ذات عامل أساسي في تعزيز موقف القضية الصحراوية عموما طبيعة التحولات مملي والتحديات اللي تخيط بالجزائر الجزائر تديرها بحنكة وحكمة وتبصر وتحكم ستكون معالاته إيجابية جدا إيجابية جدا لأنه وسط المحيط المحيط بين ومحيط بالجزائر ظهرت أن الجزائر دولة مؤسسات لا تزول بزوال الرجال والشعب الجزائري الشعب يقب طبيعة التجارب من حرب التحرير إلى العشرية السوداء شكلت نواظم في العقل الجمعي الجزائري بأنه مكانة الجزائر واستقرار الجزائر وقوة الجزائر وهيبة الجزائر مقدسات بالنسبة للشعب الجزائري وهذا يجعل على أنه أي نظام يحكم في الجزائر يستند إلى هذه المرجعية وهذه الجذور الراسخة التي تجعل الدولة دولة مؤسسات ولا هي دولة أفراد يمكن أنها تنصف أي رياح بل للعكس هي راسخة قوية عزيزة واثقة أمام كل التحديات وبالتالي هذه التحديات الموجودة وتظهر مثلا ما يجري على الصعيد الليبي لو لا وجود الجزائر في الحدود كانت الأزمة الليبية منذ البداية أخذت مصارات أخرى الحال اللي جعل ما يقدر يستتب بالوضع لجهات ثانية أجنبية في الحال الليبية من جهات الأطماع اللي متورطة في موضوع ليبيا هذا نتيجة لأنه الجزائر موقفة ثابت بأنه القبائل الليبية والشعب الليبي هو هو السيد ولا يقدر تخلق أي تركيبات ما هو في الأساس نفس الشي في مالي ونفس الشي في النيجر بمعنى نحن أمام حليف موثوق أولا نستند فيه ومعاه المرجعيتين أساسيات وضوح المبدأ ورسوخ الحسابات وضوح مبدأ الثورة الجزائرية ورسوخ حسابات الدولة الجزائرية هذا مبدأين أساسيين ناظمين يستند عليهم القضية الصحراوية بأنها أمام حليف لا يقايد ولا يبيع المواقف ولا يخضل مطلقة بالتالي هذه نقطة قوة مركزية تجاوب نحن معاها يلزم يعود أن ما نعود وحن الشعب الصحراوي وحن في الجبهة الشعبية تعالج السقر حمضة خاصرة رخوة للجزائر من خلال النوع الاختلالات النوع الأنقاص النوع ارتباك التعاطي ونوع قصور القيادات في التعاطي في أنها بدل تتعاطي من جيهة بحسابات طبيعة الصراع البينها هي والعدو يغير بالجيهة أنها حليف همالي أمام تحديات معينة يلزم أن نعود سند وظاهير على الأقل على الأقل ما نعود له خاصرة رخوة هذا ينعت بأن هذه التصريحات في الحقيقة خارج السياق ما عندها علاقة بالسياق لا السياق الوطني بكل اختلالاته الموجودة ولا سياق التعاطي على الممتحدة ولا سياق تعنط المغرب ولا سياق على مستوى الجهوي والحليف وما يمر به الحليف من تحديات هذا إنعات عنه هذه القيادة ما عندها استشرافية للموقف قاصرة إلى المستوى اللي هي واحلة في صراعات الدقيق وفرين والكيدار بدل تعود في مستوى رفع التحديات وتخرص الصراع من منظور أوسع وبدايرة سياسية في الرؤية شعاعها أكبر في الوقت اللي هي الشعاع الموجود عندها هو ما بين سيتي ترابوني وسوصانت كينزي الحمرة وبالتالي عندها أوهامها في الدقيق على فرين والدقيق على قزوار والدقيق على ديمقراطية داحس والقبراء وترتيبات واجلاب الإطارات وضوك 에�طبع الفلان وضوك 에�طبع الفلان وضوك 에�طبع الفلان في الوقت اللي إحنا عند للتحدي صراع وجود ثنائية صراع وجود وصراع تحرير وصراع التحرير هو ضمانة الوجود لأنه بدون التحرير الوجود منسوف أمام هذه الكراهات الكبيرة والتحديات الكبيرة الناس صايبة القيادات صايبة واحدة كما تسارع بينها الثانية كما تشتعط التصريحات ارتجالية والثالثة باش تقود هي في خصومة مع جماهيرها في انها قابضة لمناورة تنور بدل تقود هي سب التحتضان هي سب التنفير الا ليوافق مزاجنا احنا القيادة زين الموافق مزاجنا يتفضل قاعد يمرق الواقع مانا طايرين في حق ويتفضل مولي نخونه ونديرو الى مستوى انه تعود قيادات التنظيمات السياسية والتنظيم السياسي تقعد على منصات التلفزيون الوطني وتتكلم عن الكرطيات وعن الروايات يعني مستوى من الهذيان مستوى من الهذيان مستوى من الانحطاط مستوى من قياب الرؤية مستوى من قياب المناقبية مستوى من التعاكل المصداقية حقيقة مؤسف اولا لا يبشر بخير ثانيا او ثالثا نعت ان التصريحات خارج سياق كل مسوقات عقلية وعقل التعاطي مع الصراع في ادارة الصراع احنا قيادتنا واحدة في ادارة الصراير ولهو في ادارة الصراع حقيقة الموضوع متشاعب سولت في نهاية سؤالك على انه هل له تبيعات هل له تبيعات الشعب الصحراوي وهذا خصو ينفهم على اني لا تنتكلم عن قصور القيادات ينفهم خصو ينفهم انه قصور تدبير قصور قيادات في التدبير الارادة الصحراوية اكبر من قصور تدبير القيادات واصرار الارادة الصحراوية وثباتها ورسوخها في التعاطي مع موضوع التحرير اكبر وارسخ وعنده ديمومة كيف قلنا على الجزائر دولة مؤسسات مؤسسات وله دولة رجال حتى زاد القضية الصحراوية قضية شعب وله قضية قيادة بمعنى انه الارادة الصحراوية قادرة وخلاقة وقوية يغير يلزم تطرجم ويلزم توبالوار ويلزم انها تمرق من وضعية الشلل يلزم تمرق من وضعية الشلل فيما يخص التبيعات التبيعات السياسية مراجعة التعاطي مع الموضوع المتحدة منين يبدأ بالذات ومراجعة الذات له يتعزز الموقف وله يتراجع الموضوع المتحدة من فس عملية تعاطيها لكن ما احذر منه هو انه الطفيلية اللي طبعت التوقيع المخطط السلام ارى ان ما نقبل بانها تطبع التعاطي مع الموضوع المتحدة بحيث تحول من مكسب جابته لرادة الصحراوية والكفاح الصحراوي فشلت القيادة في ادارته يحول بكيدية من لعدو الى مواجهة ما بين الشعب الصحراوي والامم المتحدة واندي على الكلامي واضح في السياء معنى عنه الشعب الصحراوي يراه في غيما امتورط الطفيليات وقياب الرؤية وغياب المثل القايل عنه الدرجة ما يشلود بها على انه ينحاس على درجة تهل الصحراء يعود الاختفاء والاختباء والتستر عن الفشل في تدبيرها يترجموه من خلال قصور القيادات يترجموه خطورة التعاطي مع الأمم المتحدة بحيث انه ننجروا بسذاجتنا الى نعودوا في مواجهة مع الممتحدة بكيدية من لعدو والسلام عليكم ورحمة الله